شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين محذرا من توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الاجتماع تناول الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حيث تم استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية بالقطاع وما تفرضه من ضرورة لتكثيف جهود التهدئة ووقف تصعيد العسكري وقد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع بما يحتم تضافر الجهود الدولية دون إبطاء للضغط من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع على نحو كاف الاجتماع شهد توافقا على ضرورة حماية المدنيين وخطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية وكذلك الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم كما شدد السيد الرئيس على ضرورة العمل بجدية نحو تسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين محذرا من توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين ترجمة نانسي قنقر